طيب هسألك برضو سؤال يخص الكابتن سيد عبد حفيز والتعامل الإداري في النادي الأهلي من خلال كابتن سيد عبد حفيز هل أنت شفت هذه النوعية من التعامل مع الحلقة؟ أجل أنت احترفت في أماكن كتير جداً في أمريكا اللاتينية ولكن أنا عايز أعرف تحديداً التعامل الإداري في النادي الأهلي من خلال كابتن سيد عبد حفيز فيما يخص كابتن سيد هو شخص دايماً نقدر نقول عنده تاريخ كبير داخل النادي وداخل مصر شخص متفتح جدا. دايما بيتكلم معايا. بيشوف انا محتاج ايه? بيساعدني على طول. وعلى طول دايما بيكون معنا كلنا كمان كلاعيبة مش انا لوحدي. فهي في الاول وفي الاخر شخصية زوج خبرة داخل النادي. بتدور دايما على الحلول لللاعبين علشان ما يكونش فيه لائب مسلا عنده اي مشاكل. سواء داخل الملعب او برا الملعب.